السلام عليكم نكمل شرح الفيديو السابق في الفيديو السابق حلنا مثل هذا السؤال ولكن كان بالنظام S-I unit سنحوله بالنظام British unit السؤال نفس النص و نفس كل شيء نفس الكتابة بس المتغير عندي قيمة ماذا تغيره ترى نفسها نهاية لما تحولها راح ترطلع و ترجع تطلع معكة 181 من المقابل سيسي في كويت أوف ووتر بس ليشي قال لي انه الجامعة سيسي في كويت يعني جامعة للووتر 2 و 62 و 24 و 40 كثير نبات و حكيت انه إحنا انه إحنا لازم نركض على الوحدة لكب كل شيء سيسي في كويت سيسي في كرافيت للميركوي 13.56 سيسي في كرافيت لالووتر دائما واحد و أتفكّر كوجد الديمميليسيتي و كذا و كذا المطلب الثانيه أول شغلة تحسب الرو واتر فلنجح تحسب الرو واتر بس هو طالب يحسب الرو واتر تلتحيني طالب عاما ميركوري و رو ميركوري عند حسب الرو واتر شو بحكي ان الرو غاما على G و غاما بتساوي رو في G فالغاما كانت 62 نظام ايش بطنط بطنط تطلع مايه تقريبا واحد سعى ثلاث سبعة واحد سبعون ثلاث ثمانية شو حدث تتافي بالنظام الثاني بطلع تطلع تمام تطلع لكل في التقريب واحد سعى ثلاث سبعة واحد سعى ثلاث ثمانية تطلع لكل في التقريب او بس وهي ترى نفسها ألف كيلو جرام لكل متر مقر هي نفسها ثرى يبدأ بحولك يا بحولك يا بس ما في اجدان القامة للميركوري احنا حكينا هي م Ziels بضرب الجامة طيب الجامة والتر مهم السؤال معي 13.56 مضروب فيه الغامة اللي هي 62.4 طب الرون للمركوري نفس الإشياء 13.56 مضروب في القيم اللي طلعتها فوق او 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 بحكي القيمة اللي طلعت هون على الجاذبية يعطيك الرون يعني يعني انا بكتر احكي هيك صح او بحكي القيم اللي طلعت معي هون هاي الرو مش الرو اللي هي القامة ميركوري بكتر احكي انه رو ميركوري بتاوي القيم اللي فوق على اه على 32.2 يعني زي ما عملت مع الوين بعمل مع الميركوري بس وهذا اللي صار عندي هون الرو للواتر هي القامة الجاذبية والقامة للميركوري في الجاذبية اي في القامة قصدي والرو ميركوري في الكثافة تمام ركز على الوحدة سلق نعطي سؤال الثابق السابق بس الوحدات مختلفة بعض سؤال كثير كثير مهم وفي استنتاج جدا مهم نقول لي ش Leave a body with 1,000 bound force 1,000 pound force 5 pound force يعني elevate or force وزن 1,000 bound bound يعني播 32.80 وستغال في كل testim with the standard earth gravity G 32.174 feet كل سكن تربيه مطر كدية تربيه 32.2 سأخذ سألأ الأرقام اللي بالسؤال feet كل سكن تربيه what is the mass in kilogram تمام بده الماس بالكيلوغرام هم يعطيني الوزن بده الوزن وانا بعرف انه الوزن ساوي أم في G سجع هون الكثير هون هون راجع داينميك تر وراجع استاتيك الوزن M في G الوزن 1000 الماس كم بده إياها ودهي كم 25.30 طبس هو بده الماس بالكيلوغرام أنا الماس هون كما بتطلع عندي لما أقسمها بتطلع معي بتطلع معي الماس وحدة السلق بتطلع معي بوحدة السلق لانا احنا نعرف انه الكتلة بالنظام الباونت هي السلق ودهيها بالكيلوغرام فانا بدي أشوف عندي الواحد السلق كم بعطيني كيلوغرام او العكس الكيلوغرام كم بيطيني السلق هو بالسؤال عطاني بسؤال قال لي انه الواحد السلق بيطيني 14.59 كيلوغرام تمام لانا احنا تطلع معي بالسلق فبتطلع كم طلع باتطل الله ما باتطلع مني الجواب من هون طلع الجواب 31.08 تطلع معي الماس بتطلع 31.08 سلق او العكس او العكس او العكس بيطيني 14.59 كيلوغرام فبتطل ال 31 سلق بيطيني البساطة الماس اللي هي الوزنة الجاذبية بيطلع معي 31 سلق بيطينيها بالكيلوغرام ايها تمام ثلاث ثاني what will weight of the body in newton بدوزن الجسم بالنيوتن بس اذا كان على القمر اذا كان على القمر مش بالأرض حيث الجاذبية للقمر هي الجيل للقمر 1.62 مركز على 1 متر على سكن تربيع يعني ميطينيها بالنظام النظام الاس آي هو بيقول لي ام الوزن بيطل جاذبية كذا طيب انا هسا الوزن اعطني اول اشي الف باند اول اشي هذا كان على الارض تمام وثاني اشي اضب الباند الوزن بالنيوتن هسا ما بقدر احول تحويل مباشرة ليش لانه هذا بالأرض وهو بدو على القمر بالتالي انا شو اشي طلعته او شو اشي بطل ثابت الماس الماس دائما ثابتة يعني هذا استنتاج بقدر استنتجه انه الكتلة دائما ثابتة وين ما كنت ان شاء الله بالمريخ او على القمر او على الأرض الكتلة نفسها بالكيلو جرام نفسها بالنسلق بتحولها اما الوزن بتغير عندي حسب وين انا يعني وزني على القمر مش نفس وزني على المريخ انا الماس اطلعتها بالفرع الاول واش طالب مني الفورس او الوزن طالب مني نيوتن يعني نيوتن يعني كيلو جرام اعطاني اطلعت مع الماس 453 كيلو جرام هاي بضربها بالدبية للقمر 1.62 طمع الوزن طمع الوزن عند القمر اذا بدي الوزن بالمريخ بتضرب دبية المريخ في الكتلة بدي الوزن على الأرض تضرب 3.81 في الكتلة في الكتلة ذهام قال لي انو الوزن عند القمر هي الماس في الدبية للقمر الثالث اطلعت تقول لي بدي اكسلرات اذا كانت على القمر او على الأرض تقول لي قيمة total force او قيمة التسارع اذا الفورس عندي كذا انا بعرف انه الفورس بتساوي m في a الوزن بعرف انه m في d انا هضبه منيش هو بطال مني فورس قل لي اذا الفورس 400 باند بتساوي الماس في a هو بالدول a الماس كام انا طلعت 31 08 لق وكانت بالكيلو جرام او هاي نيوتن بتحط 453 تصمع اي 400 على 31 08 لاحظ انه هاي ثابتة وهاي الفورس اعطاني اياها بالتالي بالتالي التسارع عندي ثابت سواء كان على القمر ولا على المريخ ولا كذا ليش ان الكتلة ثابتة والفورس اعطاني اياها بالتالي بتسنتي شغلة بتسنتي شغلة مهمة انه التسارع برضه ثابت سواء كان على الجاذبي اي على الارض او القمر او المريخ كتلة ثابتة بس الاشي الوزن مختلف والسبب اختلاف الجاذبية والسبب هو اختلاف الجاذبية تمام من حال السؤالي بعد و هون كمان كاتب لك ان الوكسلراشن راح يطلب سيم على الارض او القمر و هين ما كنت بس الكتلة ثابتة اما الوزن مختلف ليش لان الوزن مختلفة تمام لا سيلي هون نفس السؤال السابق خلينا نحلهم خلينا نحلهم خلينا نحلهم تقول لي ابدأ فورس ميت نيوتين اكسليرات كذا يعني المتر لكل سكن تربيع هي تسارع يعني قلل ا بوينت و الفورس مية ووجد الماس بالكيلو جرام و بالسلق اول شيء هون نيوتين و متر لكل سكن تربيع ف الماس اللي بتطلع معي بتطلع معي بالكيلو جرام الفورس بتساوي ام في ا مية بتساوي ام في ا الام خمسمائة كيلو جرام و اذا بديها بالسلق نعرف انه احنا من الواحد السلق بطلع 14 كيلو جرام بطلع 500 كيلو جرام هي 34 تساوي 34 ثلاثة ثانية او تساوي ثانية بقول لي رزرفار خزان الكربون مش كربون تيتراكلورايد له السيسي الفور بقول لي كتلته 500 كيلو جرام و حقمه 0.13 بقول لي اوجد الوزن و و و ومعطيني كيلو جرام ومعطيني متر مكعب بالتالي الرو يتساوي 500 على بوين 315 هيا هاي الرو طيب هو طلب مني الويت الوزن لحاله يعني الوزن تساوي M في G و الجذبية 7.81 فهاي الوزن يعني 4.9 كيلو نيوتن حاجب شو بيطيك بالسؤال انا حليت الفرق الاول والثاني الفرق الثاء طلب مني القامة القامة يضرب هاي في 9.81 تطيق قامة طلب specific gravity طبما انا طلعت الرو هايها الرو 1587 رول الووتر كام الف تطلع معي تطلع معي القيمة ايها 1.587 يعني 1.59 بالتالي بتركز انه تطبيق مباشر تطبيق مباشر تطبيق مباشر السؤال اخير ان شاء الله بهذا الموضوع بيقول لي weight of the body 100 باوند ومعت الوزن بالنيوتن ببساطة بيشوف الواحد باوند من نيوتن بيعطيني تمام؟ او او بحكي بشوف كم انا الباوند يعني هاي بيحولها لكتلة والكتلة برجى اضربها بالجذبية نفس الاشي يعني اضرب اثنين ثلاثين وكذا لكن لا هون انا بعرف انه الواحد الواحد بانت بيعطيني اربع نيوتن الواحد بانت اربع نيوتن عن وسطة وثلاثمان هيك ليس اربعة اربعة بوينت اربعة يعني الثاني ماس بالكيلوغرام طيبا انا معي الوزن الوزن بالنيوتن صار شو بعمل كل ام على الوزن بتساوي الفي جي هاي يدي فبالتالي الماس هي الوزن على الجاذبية هيها اذا بديها بالسلق بقسم على اربعة بوينت خمسة تسعة اذا بدي اذا كان ما يسلق بديها كيلوغرام بضرب اربعة بوينت خمسة تسعة تساوي الام الام بالسلق ثلاث بطلع اذا بديها بالنظام الثاني بطلع 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 عن الاش الاش ايه او بحاوله لامتر بحاوله لامتر خيار تحويل في انك تحول من فيت لامتر بس هتسع عندي هنا انه السائل لما يتسع الكثافة للسائلة الواحد كيف تتغير احنا كلنا بتتغير من درجة الحرارة اذا زاد الدرجة الحرارة تغير الكثافة بشكل خفيف بالتالي هون شو بقول لك السائل الواحد بتطلب ضغط كبير عشان اغير كثافته يعني انا ما بغيرش كثافة يعني الضغط السائل مباشرة خلص بتتغير كثافته لازم يعني اكيد اذا انا خلطت مي وملح الحجم ثابت ما رح يتغير المي الملح رح يذوب الكتلة بدت زيد اكيد يعني انت زيدت اشي على المي فزاد كتلتها بالتالي الكثافة بتتغير لو خلطت لو خلطت ايشي مع ايشي مادتان مختلف عضا الكثافة اللي بتتغير بشكل متفاوت يعني الكثافة كانت الف فجأة بعد خمس درجات صارت حمسمية بشكل كبير بحلمون انهم جينيس بحلمون انهم جينيس احنا بالعادة نحنا اوخذ لهم المين دي هون قانون الغاز المثالي قانون الغاز المثالي بحكي لي انه البراشر بتاوي الرو الار في تي البراشر ضغط بتاوي الرو الار في تي فاضحة قانون حفظ الكثيرين لازم يجي على سؤال البراشر وحدته نيوتن على متر مربع الرو اللي هي اخذناها كيلوغرام متر مكعب درجة الحرارة بالكلفن درجة الحرارة بالكلفن اما الار هو ثابت موطة بالامتحان طيب انا بالامتحان بجبطيني درجة الحرارة بالسلسيوس كيف بحولها؟ بقولك السلسيوس في القيمةلي بالكلفن ناقص متر مكتوني ثابعين يعني اذا اعطان بالدياب الكلفن بتاوي السلسيوس زاد ميتين ثلاث وسبنين تمام تمام نتركزون البراشر اللي هون البراشر اللي هون لازم يكون قيمته سؤال بجهد ان شاء الله نتزمها بلقة مثري بجهد المتجاج بلقة مثري هنا بالنظام البريطاني قانون النفسه هو طالب الكثافة في كثافة غاز يضغط ال r و t الرو تساوي بي على r t او ال p بيضغط ال r في t ال r يضغط ال 70 فهرانهايس سبحويلها للاشي اللي بيقابل كيفن بالنظام البريطاني بهمه r هو 70 زايد 460 هجسة هون بيقلي الاتموسفير كبيرة 4.7 اذا بدي عوض الوقاج بدي احكي الاتموسفير اذا لو اخذها بالتابعة الثلاثنة او اخذها بالتابعة الثلاثنة إنترى الأتموسفير إنترى الأتموسفير هاكة قانون فهنا نوجد أبسليوت شوية أبسليوت اذا أريد اتموسفير ها بدي أجمع القيمتين يعني لا أعوضو 14 بلنسبة لا أعوضو أزمو للأتموسفير خمسين زايد أربعطاش هاي التحويل وهي قيمة الار وهي درجة الحرارة طلعت معي كثافة الماء كثافة الهواء بده كثافة الغاز اه دائما اضغط بطبقه انا بسوليوت زايد كاعدة مش بسوليوت اطمق هاي زايد كاعدة بس وهي تحويل تحويلاتين هذا السؤال اذا اجاب يجيش هيك بيجي بالنظام العادي كيلوغرام ومتر هاي فتحويله مباشر حسا فعندي خصائص بدخصت خير في درجة الحرارة في اندي اسبيسيفكيت وانتقالى الانرجي حفظ بات ما في عليه محل ولا شيء بعد تخزين الطاقة الحرارية بالحرار نوعية قدبة المادة على تخزين الطاقة الحرارية بسما باللحاي مقتر الطاقة الحرارية تيجب نقلالة واحدة الكتلة من المادة رفع درجة الحرارة طبع ومقترها درجة واحدة ونحتوى الانرجي ناقص طريقة طاقة الداخلية مرحبا مرحبا مرحبا.